بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أنا معكم كوكا وهنتكلم نهاردة عن قصة رجل عصامي بدأ من السفر هو عثمان أحمد عثمان الذي ولد عام 1917 وعانى منذ طفولاته من حيث مات والده كان الطفل حينها صغيرا ولم يكن أخيه يريده أن يستكمل تعليمه ليصرف على البيت إلا أن الطفل عثمان كان يذاكر ويعمل في الأجازة صبي في الورشة لكي يساعد أسرته وهذا الشاب المراهج استطاع أن يوازن بين عمله ودراسته حتى استطاع أن يحصل على شهادة البكالوريا من المدرسة السعيدية عام 1935 والتحق بكلية الهندسة بجمحة القاهرة وحصل على منحة مجانية من الجامعة بعد تقديم شهادة فقر وكانت وسيلة موصلاته عجلة جمعها بنفسه من الخردة وإنه عندما تخرج من كلية الهندسة عمل مع عمه المقاول لمدة عام ونصف وفي تفكيره حلم تأسيس شركة مقاولات تنافس الشركات الأجنبية التي كانت مسيطرة على المقاولات في مصر وفي الدول العربية وعندما اتدخر 180 جنيها أنشأ شركة مقاولات أسمها شركة عصمان أحمد عصمان للهندسة والمقاولات والتي تحول أسمها فيما بعد إلى المقاولون العرب وأن عصمان أحمد عصمان بدأ شركته بفرد واحد وبدأ عماله بمشروعات صغيرة واعتمد في عماله على ثلاث قواعد هي الجدية والزكاء والتنظيم وهو ما جعل شركته تنافس الشركات الأجنبية بالفعل ورجل الأعمال قبر اسمه وقرر بعد ذلك السفر للسعودية عام 1953 وقت ظهور البترول وبالفعل استطاع أن يوطد علاقته مع الملك عبدالعزيز آلة سعود ونفذ مشروعات كبيرة في المملكة العربية السعودية وانتقلت أعماله إلى جميع الدول الخليج وعاد إلى بلده مرة أخرى مصر الحبيبة لأعادة إعمار بور سعيد بعد عدوان 1956 وبعد ذلك حصل على عقد بـ 48 مليون دولار لبناء سد أسوان وهنا بدأت علاقة بين اشتراقية الرئيس عبد الناصر ورأس مالية عثمان أحمد عثمان وقال إن كطار التأميم دهس في طريقه شركة عثمان أحمد عثمان وبالفعل أصدر الرئيس جمال عبد الناصر إقرارا بتأميم شركة المقاوليون العرب وحينها كان عثمان أحمد عثمان في الخارج وعاد إلى مصر وواجه الموقف وشعر حينها بمسؤولية تجاه وطنه وموظفي وقرر استكمال المشروعات بغض النظر عن من يمتلك الشركة وحينها أيضا سمح الرئيس عبد الناصر لمجلس عثمان بأن يستمر في تسيير الشركة وأن رجل الأعمال استطاع أن يحفز موظفي ويهتم بهم ويعمل على تأمينهم وتوفير سبل الترفيه لهم وأنشأ حديقة ومدرسة ومستشفى لهم في أسوان خلال بناء السد العالي وبعد وفاء من نجاح الشركات والرؤساء إنهم بيراعوا موظفينهم دي نقطة حلوة جدا نتعلمها كمان من القصة بعد وفاة الرئيس عبد الناصر وتولى الرئيس محمد أنور السادات عليهم الرحمة الصديق القديم لعثمان أحمد عثمان الحكم بدأت مرحلة جديدة في حياة عثمان حيث تودتت العلاقة بينهما بشكل كبير وأصبح للمقاولون العرب دور كبير في التجهيز للحرب بإكتوبر وحدثت مصاهرة بين السادات وعثمان الذي أصبح ثاني أقوى شخصية في مصر وأن عثمان أحمد عثمان وصل عطاءه لمصر إلى أن توفى في مايو 1999 بعد صراع مع المرض رحمه الله ليترك لنا قصة الرجل رجل عصامي بدأ من السفر حتى حقق كل أحلامه أترككم في رعاية الله وحفظه لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو دعما لنا وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر